اشتركوا في القناة او قد تكون اصغر منه ابني بعد شوية او كبرى واكبركش قليلا لكن شر كثر الناس تسمعلك وترتب كلها تغتر بكلامك تسب وتشتم وتأتقل الفرقة الناجية مثل حزب الخوام السلمين وتقول كذابون 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 واكذب ناس ليش ليش الكلام هذا ما هي العداوة يعني يا اخ يا ابني وسيم اذا كان هناك ناس سياسيون واستغلوا الاسلام من خوام مسلمين من سوريين من داعش وهم هؤلاء على ضلال مبين وانت قد احسنت وتزاكت الخيرك انك حاربتهم لا يعني هذا البديل انك نترك الاسلام ونسب كل متدين لا ليس البديل ليس البديل ان نترك الاسلام السياسي ونذهب الى الفكر الليبرالي ثم تأتي وتتكلم بكلام غريب جدا وتقول الظلاميون الظلاميون الجميل فيهم مجرد ان تقول الظلاميين يعرفون انفسهم مجرد ان تقول حزب الفرقة الناجية يعرفون انفسهم فاتوقع رسالة وصلت اليوم نحن نتكلم عن كمان انك تتحدى على الهوى وتريد ان تحرج غيرك انا اسألك سؤال الان الشيخ عبدالعزيز منباز رحمة الله عليه ظلامي ولا تنويري نريد جواب او بين ذلك او لا هذا ولا هذا الشيخ منعثيمين رحمة الله عليه ظلامي ولا تنويري لازم جاوب الشيخ الالباني رحمة الله عليه ظلامي ولا تنويري نريد جوابا الشيخ صاري فوزان الله يحفظه ظلامي ولا تنويري هؤلاء العلماء يفتون بالفتاوى اللي انت تقول من افتبه فهو ظلامي يلا نريد حدك على الهوى طلع مقطعي في برنامجك ولا تصل فيني واسئلك هذا السؤال على الهوى هؤلاء ظلاميون ولا تنويريون لا بعد فيه سيسئلك عن شخصين ثلاثة الخرضاوي هاي ظلامي ولا تنويري جاوبنا لا بس سكسوال اصعب من هذا الله يعينك انت اللي بدأت تحمل ليه جي ما الفرق بين تنويرك و تنوير طارق سويدان ترى طارق سويدان نفس اسلوبك بالضط تكلم على اهل السنة و يسفه فيهم و و الى اخره همخة سبب تخلف الامة هم 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 نفس ايش الفر بينك و بين طارق سويدان تخلف انت السياسي انترى انت طرحك الان مثل طارق سويدان مثل يوسف غرضاوي يوسف غرضاوي كما قالوا اللف كتاب سمال الحلال و الحرام قال ليتو سمال الحلال و الحلال كيش هي حلة انت هكذا انا عن نفس الطريق فانت الان باعترافك تغيرت باعترافك سويت نفسك تنويري باعترافك غدت تقول على العلماء بانهم والا ميونة